هي مؤسسة تربوية اختلفت عن باقي المؤسسات بأن اختارت تسمية أقسامها على أسماء الشهداء وخاصة منهم أسماء مفجر ثورة نوفمبر مجموعة الاثني والعشرين وهو عدد أقسام مؤسسة لزرق محمد ببلدية مدريسة تخليدا لثورة التحرير الوطني عددنا اثنين وعشرين قاعة فأردنا أن تكون أسماء الشهداء أو أسماء القاعة هذه بأسماء مجموعة اثنين وعشرين فنزعنا فكرة رقم لكل قاعة رقم فسمينا كل قاعة باسم شاهد كما لاقت هذه المبادرة استحسانا ومشاركة كل طاقم المؤسسة خاصة منهم عشرات التلاميث كانت من أحسن الأشياء التي قمنا بها في هذه المؤسسة وإن شاء الله خلوا صورة جميلة تقعد في لزرق محمد هي مؤسسة حولتها هذه المبادرة إلى تجسيد نظام داخلي وجمالي إنعكس إجابا على كل العاملين بها ولقيات الرحاب الكثيرين كل قسم عطيناه لون وهذا للمحافظة على الأساس لا تكون هناك إكلافات كل مكان كرسي بلون يبقى لنفس القاعة هي ثقافة جمالية وتربوية وأكثر من ذلك وطنية لأنها تدعو لحب الوطن وترسيخ تاريخه للمحافظة على وطن حرره الرجال وتسليمه أمانا يصونها القادم من الأجيال